اهلا بكم في مال واعمال انا دينا سالم نتعرف الليلة على سبل الحدي من الهجمات السيبرانية من خلال ضيفي المهندس اشرف سراك خبير امن المعلومات ومع استمرار نقص الرقائق الالكترونية في الاسواق العالمية يظل قطاع صناعة السيارات الاكتر تضررا بسبب دخول الرقائق الالكترونية في كثير من مكونات السيارات سيكون هذا نقاشي مع ضيفي عمر بلبع خبير قطاع السيارات وبدايتنا دائما مع اهم الاخبار للشهر الخامس عشر على التوالي وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتثاعه بنهاة اغسطس 2021 ليسجل 40 مليارا وستمائة واثنين وسبعين مليون دولار مقابل 40 مليار وستمائة وتسعة مليارات دولار مقابل 40 مليار وستمائة وتسعة مليون دولار في يوليو 2021 وهذا الارتفاع يقدر بثلاثة وستين مليون دولار كان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الاقتماني المقدرة بمليار وسبعمائة مليون دولار من اجمالي مبلغ البرنامج المقدر بخمسة مليارات واربعمائة مليون دولار وإلى آخر تقارير مركز معلومات مجلس الوزراء التي أعلن فيها عن نجاح مصر في تحقيق خفض متتالن لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية في عام 2020-2021 مقارنة ب2016-2017 وهذا بالرغم من أزمة كورونا ورغم الارتفاع التفيف في التضخم خلال الأشهر الماضية إلى أن الأرقام ما زالت جيدة مقارنة بالوضع العالمي للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار أهلا وسهلا دكتور مصطفى وبداية مصر وضعت في اعتبارها تحقيق الاستقرار في أسعار السلع طبعا قد تشهد ارتفاعات في بعض الأحيان هذا جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة في خفض معدل التضخم برأيك ما الأسباب التي أدت لهذا الاستقرار النسبي مساء الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين خلينا نقول أن أهم كان مستحدث من مستهدفات برنامج الاصلاح الاقتصادي هو التضخم نعلم جيدا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي كان فيه حركة كبيرة جدا لارتفاع مستويات الأسعار في سعر السلع وكان طبعا لها تأثير كبير جدا على السلع وأيضا حركة الاستراض النهاردة اللي بنشوف بعد أربع سنين تقريبا من برنامج الاصلاح الاقتصادي فيه حركة تراجعية كبيرة جدا فيه مؤشر ومعدل التضخم ده كان ناتج عن إيه فاندم؟ كان ناتج عن الزيادة الكبيرة جدا في الحركة الانتاجية داخل الاقتصادي وأكيد حضراتكم لما تبصوا في التقرير هتلاقوا أن لو لا أن الحمد لله كان فيه زيادة في المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي وأيضا حركة الاستثمار يعني الانتاج الزراعي والحيواني ومشكلة لذلك هو اللي حجم مؤشرات ومعدلات التضخم ده بيدل على أن كان فيه مجهود كبير جدا خلال أربع سنوات الماضية مقارنة طبعا بالدول اللي هي شبيهة بينا في الوضع الاقتصادي هي دي اللي أثرت على مؤدل التضخم بالتراجع وطبعا لو لا جائحة كورونا زي ما حضرتك تفضلتي كان زماننا النهاردة بنحس أكتر بعملات الاصلاح الاقتصادي يعني كنا هنقدر نشوف مثلا أن سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار أفضل من ذلك هنشوف معدلات التضخم أقل من ذلك هنشوف معدل النمو كان يكون أكثر من ذلك ولكن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي كله وطبعا نال مصر منها للأسف جزء في التضخم بالضريفة ما هي الرؤية بخصوص أسعار أو معدلات التضخم في الأشهر المقبلة خاصة أنه ما زالت هناك بعض ضبابية فيما يتعلق بالمتحور الجديد لكورونا يبدو هناك سلالات جديدة تظهر كل فترة وأيضا عدم وضوح السياسات الخاصة بالدول فيما يتعلق بفتح أو غلق الأسواق مرة أخرى خلينا نقول طبعا ربنا ينجينا وينجل الاقتصاد المصري والدولة المصرية وطبعا كل شعوب العالم بالإنسانية اللي احنا بنتحدث عنها دائما إن تكون يعني فيه تحجيم لجائحة كورونا خلال الأشهر القادمة وإن كان في وجهة نظري على البيانات الاقتصادية العالمية أو المؤشرات العالمية إن فيه تحقص كبير جدا لإغلاق بعض من الاقتصادات أو التحوط وما شبه لذلك وطبعا اللي احنا بنتكلم فيه أكيد حضراتكم تعلموا جيدا إن السيد الرئيس دعا المجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضي وكان بيشهد كيفية تعامل السياسات المالية والسياسات النقدية من حركة المرونة التي تستدعي لقدر الله في تغير في الاقتصادات العالمية النقطة اللي بالنسبة لي مهمة جدا إن احنا كانت يعني الأوضاع فيه أشدوها فيه أوائل الأزمة وجائحة كورونا وتم مررنا بالوضع الاقتصادي بالوضع الحالي اللي احنا فيه التضخم عندنا تقريبا أربعة ونصف في المية ده رقم بالنسبة مقارنة لكل الأسواء الشبيهة بينا حتى الدول الخالجية القريبة مننا احنا أفضل وحققنا تضخم بالسالب فالنهاردة بنشوف إن فيه حركة زيادية بتقوم بها الدولة كلنا متابعين السيد الرئيس بالأمس قام بأكبر قافلة بأكبر قافلة في العالم كله اللي هي بتمثل يعني بالنسبة لنا وضع جيد جدا لمساندة الشريحة اللي هي الفقر والأكثر فقر ده بيدل إن فيه تناغم في الأوضاع الاقتصادية إزاي الدولة بتتحرك نتلم شمل القطاع العام والقطاع الخاص وأيضا المجتمع المدني لتحرك عدلة الانتاج بمنطع البساطة يا فاندم إن بارح لما السيد الرئيس دعل طبعا تقريبا لدعم مليون أسرة طبعا ده تهم سحبه من المصانع والشركات الشركات بتشتغل فبتحقق معدل نمو بتحقق أرباح تبيعود على الاقتصاد أو دورة عدلة الاقتصاد مرة أخرى بيئة تشغيل وده بيحقق حياة للمواطنين وأيضا للشركات العامة شكرا جزيلا لمشاركتك دكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار جذب استثمارات جديدة لمنطقة خليج السويس للبحث والاستكشاف عن الفترول والغاز يأتي ضمن أولويات عمل وزارة الفترول وبرنامجها الحالي لتطوير وتحديث قطاع الفترول جاء ذلك خلال ترأس وزير الفترول الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس جابكو حيث استعرض رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال والتي شملت تحقيق متوسط معدلات إنتاج بلغ أكثر من 61 ألف برميل يوميا وبلغ عدد الأبر الجديدة التي تم حفرها 7 أبر في ختام زيارتها لأوسباكستان أكدت وزيرة التخطيط أن محفظة البنك الإسلامي للتنمية مع مصر تخطت 13 مليار دولار مؤكدة أن مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية كما أعلنت وزيرة التخطيط عن استضافة مصر لأول مرة الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في ديسمبر المقبل لتتولى رئاسة المجلس لمدة عاما عربيا تشهد العلاقات المصرية الأردنية في الآوينة الأخيرة زخما كبيرا سيمهد لدخول البلدين مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الصعود وخاصة الصعيد السياسي والاقتصادي جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزيرة الصناعة مع السفير أمجد العضايلة السفير الأردن بالقاهرة حيث تناول اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في المجال الصناعي والتجاري وتدليل العقبة التي قد تواجه المستثمرين الأردنيين في السوق المصرية سددوا مصروفات الجامعات المصرية للطلاب الوافدين بالعملات الأجنبية خدمة جديدة أطلقها البنك الأهلي تماشيا مع المبادرة الرئاسية إدرس في مصر وضمن مبادرات وزارة التعليم العالي بالتعاون مع البنك المركزي تأتي تلك الخدمة في إطار الدعم الدائم والمتنامي من البنك الأهلي للمبادرات القومية وحرصا على تسهيل كافة المعاملات المصرفية للطلابات الوافدين واللازمة لسداد مصرفاتهم الجامعية بالعملات الأجنبية والآن نظراتنا اليومية على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية ترجمة نانسي قنقر تراجع اليوم في مؤشرات البورصة المصرية المؤشر الرئيسي خسر نحو 13% ليغلق عند مستوى 11.064 نقطة التراجعات طلت أيضا المؤشر السبعيني ومؤشر المئة عالميا نمو مفاجئ للطلبيات الصناعية في ألمانيا في يوليو لتسجل أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في عام 1991 البداية القوية للنصف الثاني من العام في أكبر اقتصاد في أوروبا وكشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا ارتفع بثلاثة وأربعة عشر بالمائة شهريا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية شادينا نتوقف مع فاصل قصير نستضيف بعده عمر بلبع للحديث عن استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات اهلا بكم من جديد تصعدت مشكلة قطاع صناعة السيارات حول العالم بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات وهذا طبعا بسبب تعطل إنتاجها خاصة في مناطق مثل الصين أيضا تباطئ سلاسل التوريد بسبب أزمة كورونا للحديث عن هذه المشكلة وكيف ستستمر في التأثير على صناعة السيارات على مستوى العالم يشرف هنا الليلة في الستوديو عمر بلبع خبير قطاع السيارات أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمر يعني يمكن آخر الأخبار النهاردة بنلاقي أنه رئيس أحد الشركات الألمانية الكبيرة بي أم دابليو بيقول أنه مسألة توريد الرقائق ستظل موجودة لمدة ستة أشهر إلى سنة مقبلة برأي حضرتك إيه في التوقعات دي؟ طبعا خلينا نبتدي الكلام أن الشيبس دي أو الرقائق الإلكترونية اللي حاجة تتكلم عليها دي هي دورتي بقت من العربية الحديثة هي الكنترول يونيت أو نقدر إذا جازت تعبير نقولها هي الصندوق السود بطالة العربية اللي هي بتقدر تطلع العيوب بتقدر تخلي العربية بكفاءة معينة لو فيه أي قصور في أي جزء من العربية بيبان في الشاشة أو بيديك انديكيتور أن فيه عطل فاني يعني يعني فيمكن المصانع أحجمت شوية لنظر الزروف كورونا وفيه شركة بالذات في أحد الدول الأسيوية يعني بتنتج حوالي 60% راح ديها من الجزء للشيبس دي أو الرقائق الإلكترونية فلما طبعا ساعات العمل قلت بمصانع أغلاقت لشان كورونا قل التصدير قل الكمبونتز على مستوى الدول المنتجة الشركات الأم في كلها في أوروبا أو حتى الشركات اللي في مصر اللي بتجمع بقاشة جنة الأجزاء دي وبالتالي حصل قصور في الإنتاج أو في الاستراض يعني كل المنظومة تدررت سواء الوكيل سواء التاجر سواء المستهلك الطريق يشتري العربية بقت أوبر برايس اللي نبقى فيه جاب كبير قوي بين العرض والطلب ودي طبعا عملت تزبزب في السوق وعملت أوبر برايس جامد جدا يعني ارتفاع الأسعار اللي بنشوفه في الأشهر الأخيرة في السوق المحلي ده كان بسبب عدم وجود الترز الجديدة اللي هي المفروض بتحتوي على الشيبس اللي بتتصنع بار هي مش بس الشيبس عشان بارد الشيبس طبعا ده جزء أساسي كبير قوي والعربية نفسها قلت لان تقريبا من 40% ل50% من العربية الحديثة فيها الشيبس الإلكتروني في العربية طبعا ممكن تكون أقل تكنولوجيا شوية مش محتاجة الهاي تيك ده قوي لكن عموما المكونات قلت لنتيجة ساعات العمل قلت برا فيما صنع أغلقت تماما وقت اللوكداون أو وقت الأغلق التام لعشان كورونا بالتالي كميات الوكيل متوقع أنه يستوردها قلت وبالتالي التاجر الكوتا اللي كان هياخدها أو نصيبه من الشركة الأم قال وهو عنده مصاريف سبتة تكلفة سبتة عليه كشركة وكموازفة تسليمات وعنده تسليمات واضطر التاجر لما بياخد كوتا مثلا لو هو حاجة مية عربية هياخد خمسين هو عنده مصاريف سبتة موظفين ودرايب وكهرابة ومية يما هيقفل جزء من شركاته أو يقفل معارضه أو حيمشي الجزء من مظيفة ابتدت تظهر زيادة الأوفر برايس علشان يغطي الكوست اللي عليه لأن الناس فهم أنه دي همش ربح زيادة للتاجر لهو بيحاول يقل الخسائره بقى وده حصل في كل يعني أي منشأ يعني حتى الأوروبي اللي عليه زيره جمارك كان فيه بعض الشيء لأنه حصل بقول لها ديك فجوة كبيرة قوي بين العرض والطلق لأن الانتاج قوي الاستراد قوي جدا وبالتالي حتى كمكونات عشان العربية تتجمع محليا قلت قوي المكونات وقلت العربية كعربية طيب فيه ناس بترى أنه نقص معادن الأرض النذرة اللي بتستخدم فيه انتاج هذه المكونات هو اللي تطول أمد الأزمة هو إحنا في أزمة غير يعني مش محسومة تخلص أمتى يعني للأسف فيش حد توقع كورونا دي رايحة فيه هتمتد هتنحصر هتنتشر هتنتشر في بلاد عن بلاد أكتر من مسئلتها فهي المنظومة فعلا يعني إحنا بنادي أنها هتنحصر عشان الدنيا ترجع زي ما كان لكن أعايز أضيف لها ديك حاجة برضو مع ظاهرة كورونا وكل ده الظاهرة الإيجابية برضو لنبصينا بمنظور إيجابي شوية سوق المصري انتعش كأرقام سيارات يعني إحنا آخر إحصائية لنا لقيت شهر يوليا تقريبا 161 ألف عربية من مقارنة بجولاي أو يوليا السنة اللي فاتت 108 ألف يعني زيادة كم في المية؟ حوالي 49% مع كل الأزمة اللي هلم بتكلم فيها دي طيب كان إيه سبب؟ بالذات إنه الناس مش في مصر فقط لكن عالمياً كانوا حريسين جداً في قرارات الشراء بالذات أما تكون السلعة غالية الثمن زي العربية هي طبعاً هي مفرقة أو يعني ناس مندهشة من كلام اللي أنا بقوله ده إن عدد العربية اللي في السوق المصري السنية دي يمكن أكتر كثير 48 أو 49% لأن فيه زكاء تجاري أو صناعي حصل في مصر كده أنا عاش إقبال المستهلك على أنواع جديدة في السيارات زي إيه؟ أعضروا الأنواع هاي؟ لا لا يعني قصدي أنهي أنواع مش براندز مش موديلات الأنواع عربات كثيرة أو أوروبي بس ابتدت عندهم زكاء إنه جاب فئات أصغر شوية أكبر شوية النهاية تتماشى مع الفكر الحديث للمستهلك المصري وبالتالي ابتدى ياخد جزء أكبر من السوق المحلي فده ما كانش موجود قبل كده كان زمان يعني شركة أي نوع معين عنده مثلاً أربع خمس أنواع بس دلوقتي تلاقي أي مركة معينة عندها فوق العشر موديلات أو أكتر بفئات بقى سعرية وحجماً وسعراً يعني تروح الشركة أي باجت تقريباً معيك غالباً هتلاقي عربية في السعر ده ودي حاجة كنا بنفتقدها زمان إنه دلوقتي لكل شريحة في المستهلكين حيكون في العربيات اللي تقدر تخدم زوءهم وده يعتبر زكاء تجاري أنا لازم يكون عنده مرونة شوية أو عنده حس كده بالمستهلك ومتطلباته وإزاي يقدر يتغلب على الظروف الحتمية اللي فردت علينا إذا اتكلمنا عن صناعة السيارات الكهربائية حتى يناير الماضي كانت بتسهم بتقريباً 1% من عدد السيارات عالمياً الأرقام دي هتتغير إزاي على المستوى العالمي وتحديداً في مصر بالذات مع سعي الحكومة لتشجيع الناس على استخدام السيارات الصديقة للبيئة هو مما لا شك فيه هي واجهة حضرية المصر سواء سياحياً تلاوث بيئة اقتصادياً يعني استهلاك الكهرباء أكيد هيبقى أقلق عن استهلاك الوقود والبنزين لكن الكلام كان أكتر تفاؤلاً من الواقع وضع عشان نكون سرعاً يعني احنا أهم حاجة عندنا مصلحة البلد ولازم نتكلم يمكن كلامي للسادة المسؤولين يكونوا عارفين أكتر شوية أنه نسمعنا كلام فيه أكتر تفاؤلاً للعربية الكهربائية حيونتك كذا ألف عربية وهتغرق السوق المصري بشكل ملحوظ شوية لكن للأسف يمكن للظروف برضو اللي احنا تكلمني فيها كورونا أو التجميع العربية هنا ما أخذتش الحجم أو الحيز اللي احنا كنا متوقعينه أو اللي كانت الدولة متفاقلة أنها تنتجه في خلال 2021 يمكن للظروف اللي بيمر بيها العالم اللي بيمر بيها العالم لكن احنا كنا متفاقلين أو أنها تاخد حصة أكبر شوية من السوق المصري وأن العجلة تتمشي فيها طيب تقبل الشارع المصري أو المستهلك المصري لهذا التحول حضرتك بتشوفه زي يعني الناس كلها بتحسب أنه لو حشحن العربية هتوصلني إيه لآخر نقطة هل سؤول حضرتك بحيب جدا ولا البحر الأحمر حتى بس كنا كمسؤول في قطاع السيارات احنا لسه ما عندناش ثقافة اقتناء سيارة بتشرب الكهرباء يعني ما عندناش الثقة كافية لأنها مغطية 27 محافظة يعني ممكن هيكون في محطات شحن ممكن أكتر في الجيزة قاهرة اسكندرية المحافظات اللي هي منتشرة أو أكتر كسافة لكن لسه ما وصلناش للثقة أننا ناخد العربية هتطلع مرسى عالم أو شرم الشيخ أو جونة هتحتاج تشحن العربية تاني وكمان مش بس الشح لسه ما عندناش الوعي قوي بتاع السيانة بتاع العربية دي لو حصل عطل مفاجئ لو حصل مشكلة هنعمل إيه لكن معظم العربية العادية اللي احنا تقولون عمرين نركبها في معظم المحافظات في مركز خدمة معتمدة وتوكلات حتى أضعف الميكانيكي عادي هيعرف فيها يعني يمشيها علىها لكن الكهرباء دي هتبقى فيها لسه محتاجة شوية وعي أنه نبني خبرة ومعرفة يعني نبني ثقة في عقلية المستهلك أنه إزاي يقتنيها وأن العربية دي فعلاً هتبقى اقتصادياً وهتبقى مريحة وأنه هيلقي خدمة في أي مكان في السبع عشر المحافظة دي هتبقى حاجة طبعاً إجابية طيب عايزة أسأل حضرتك عن السوق الأفريقي وإيه الرؤية بخصوص التوسع في السوق الأفريقي انطلاقاً من المصانع الموجودة في مصر هو طبعاً يعني إحنا من حصن الحظ الجغرافي كمان مش بس الاقتصادي بتاعنا أن مصر تقع في موقع الجغرافي مميز جداً وقناة السويس الجديدة وهي التلميرات الصادية لقناة السويس أعتقد نشيطة جداً كفاية فإحنا لو قدرنا أن نستقطب السوق الأفريقي عن طريق الشحن أو التصنيع في مصر وإعادة الشحن لدول حتى مش بس الأفريقية أو الأفريقية أو أوروبية أو ميدل إيست هيكون حتى تكلفة الشحن تبقى أقل شوية وفي مصر تمتاز كمان العمالة أقل نسبية من أوروبا وتكلفة الأرض في الحتة دي هتبقى أقل وقيادة السياسية تدعم التدخل الاقتصادي والجريء الغير مسبوك في منطقة قناة السويس علشان هي أنشأت من أجل هذا الصدد أحب أسألك عن التوقعات بخصوص المبيعات في الفترة المقبلة هل نقدر نقيس على التحسن اللي حصل في المبيعات في الأشهر الأخيرة؟ زي ما قلت لحضرتك هو إحنا فعنا بنشهد تحسن حتى رغم الأسعار لكن المستهلك ببتدأ يتصارع أن السلعة العربية سلعة ضرورية سلعة أساسية من نسباله حتى لو أغلى شوية بيخدها أوروبرايس هو بيحسبها لو أنا استنيت ست سبع شهور طب أنا هيبقى عندي تكلفة إيجارة عربية أو تاكسي أو أوبر يعني هيقابل مشاكل من نوع آخر يعني خلاص بيتقبل أنه حتى لو أخدها أوروبرايسي وفي نفس الوقت هو بس فكره الشرائي ممكن يختلف لو هو عنده ملائة ملائة يجب أن يشتري عربية مثلا مبلغ معين ممكن يشتري عربية بس بسعر أهل شوية لكن في النهاية لو محتاج عربية حيشتري عربية يعني بغض نزل عن سعرها يعني ممكن يتنزل شوية عن النوع أو عن السعر بس لازم يختني سيارة وحدتك شايف أو متفقلين أنه المشكلة الخاصة بكورونا ستنحصر في الفترة اللي جاية ولا شكلها زي ما كتير من المؤسسات متوقعة ربما تستمر لسنة مقبلة يعني طبعا نتمنى أنها تنحصر لأن نتمنى مش بس اختار السيارات يعود يعني الاقتصاد المصري يعود للمصارر الرئيسي أو السريع اللي احنا كنا ننتهجه لكن قطاع السيارات الحمد لله يعني عكس التوقعات كلها ماشي بزيادة زي ما قلت الحديق قريبا من 49 أو 50% ودي حاجة مبشرة بالخير يعني في قطاع السيارات إن شاء الله هل في اختلاف ما بين السيارات الأوروبية واليابانية والكورية ولا الزيادة واضحة في كل دول المنشن لا الزيادة ما بينها طبعا بس هي طبعا الشراكة الأوروبية في 2019 لما بقت الجمالك زيروا على الأوروبي طبعا دي شجعت الإقبال لأن عموما المصري عندهم مصيقة في العربات الأوروبية أكتر من عربات شرق أسيا مثلا أو الصيني أو كوري أو حاجة لكن فيه برضهما البلاد اللي ما حصلش عندهم الخصم بتاع الشراكة الأوروبية دي تنبهوا كده فابتدوا يقللوا من تكلفتهم أو يقللوا من حجم العربية أو الكاملات بحيث أن يقدر تتواكب أو تنافس العربية الأوروبية ومع لازم يأخذ حصته وخصوصا أن العربيات دي فيه كتير أو منها بتجمع محلي فعندوش برضه جمالك كتير عربية بيتخش جمالك على المكونات فبيقدروا يوفقوا الأسعار من مناخ لازم يكون فيه زكاء تجاري واقتصادي شوية عند الوكيل أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ عمر بلبع خبير قطاع السايرات على وجودك أنا بشكر حضرتك ومرسي جدا شكرا جزيلا مرسي خالص مشاهدين الكرام سنتوقف مع فاصل آخر في مال وأعمال بعده نلتقي المهندس أشرف سراك خبير أمن المعلومات للحديث عن زيادة شركات التأمين انفاقها على الأمن السيبراني كونوا معنا أهلا بكم من جديد قراصنا يسطون على 600 مليون دولار من العملات المشفرة في عملية سرقة قياسية ليست هذه الحادثة الوحيدة بل أحداث أخرى شهدناها في الأشهر الماضية ومن هذا المنطلق تخطط شركات التأمين لمضاعفة الانفاق على الأمن السيبراني خلال المرحلة المقبلة نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي المهندس أشرف سراك المدير الإقليمي لشركة ترند مايكرو مصر وخبير أمن المعلومات أهلا وسهلا أستاذ أشرف وفي البداية نحب أن نتعرف على المتطالبات الأساسية للأمن السيبراني في الوقت الراهن ومع كل ما يحدث من تغيرات في استخدام الوسائل الإلكترونية أهلا وسهلا بحضرتك ومسي جدا على الإصدافة ومسائل خير لكل سادة المشاهدين هو علشان يبقى فيه منظومة كاملة عندنا في الأمن السيبراني المفروض أن يبقى فيه الشركة بتعمل استراتيجية معينة بتعمل فيها المتطلبات اللي هي هتبقى إيه المعلومات اللي هي عايزة تأمنها وبتبتدي تحط فيها العوامل البشرية من تدريب وتسق العوامل البشرية بتاعتها وبلاس طبعا أن هي يبقى فيه عندها إحنا لما هيحصل عندنا هجوم سيبراني إحنا هندفع إزاي وممكن نقدر نهاجم إزاي يعني نحن نقدر أن ناخد خطوة استباقية أو زي إنذار مبكر بأن إحنا هنعمل إيه لو حصل عندنا الهجوم السيبراني طبعا في السنة الأخيرة بالذات يعني مع وجود كورونا أصبح كثير من الناس بيعتمد على الوسائل الإلكترونية سواء في التعامل الخاص بالبنوك دفع الفواتير وكل هذه الأمور حتى في الدول التي كانت لا تعتمد على الإنترنت بهذا الشكل الكبير اضطرت للتعامل معه كيف غيرت إذن كورونا من مشهد الأمن السيبراني في الفترة الأخيرة طبعا هو إحنا عندنا عاملين هنا عامل اللي هو الكورونا بأن الناس بقتل تشتغل اللي هو العمل عن بعد أو من البيت بالأضافة كمان إلى التحول الرقم الكبير اللي احنا بنشهده فالتعامل مع بعض بقى بيتطلب أن يبقى فيه عندنا تكنولوجيا متطورة لعرض للبيانات بتاعتنا واستخدامتها ودحولها لبيانات رقمية فطبعا دوت بقى يعني الحاجات اللي مكنتش موجودة عندنا قبل كده فبقى الناس اللي هم المهاجمين أو القراصنة بقى ده بالنسبة لهم هدف جديد هدف سهل ممكن يكون لأن احنا لسه بنطور قدرتنا فممكن يكون هدف سهل وهدف كبير وطبعا مع المنظومة أن احنا كدولة في موقع في موضع استراتيجي في المنطقة فطبعا ده بيساعد على ذلك لكن طبعا أهم عامل من العوامل دي كان موضوع الكورونا والتحول الرقمي فده زود الهجمات بشكل كبير جدا على المنطقة عندنا طيب إيه الدروس المستفادة من انتشار كورونا في الشرق الأوسط وأيضا من منظور الأمن السيبراني من منظور الأمن السيبراني أننا يعني ده بقى متطلب عندنا أن احنا نطبق تقنيات أعلى نطبق برامج متقدمة أو متطورة بيتطلب من أننا نبني طبقات من الأمن أو مشتويات مختلفة من طرق الدفاع عن المعلومة بتاعتنا خصوصا المعلومات مثلا البنكية ما بقتش بس البرامج المعتادة هي الموجودة لا بقى فيه انفسمت عالي جدا أو فيه صرف كتير في موضوع المنظومة الأمن السيبراني كل ده طبعا عشان نواجه الكسافة الكبيرة من أن الناس بقت بتشتغل عن بعد أوكي والتحول العمل عن بعد دوت خلى أن المهندس المسؤول عن تأمين المعلومات اللي هي جوة الشركة كل المستخدمين بتوقعوا بقى بره المكتب فبالتالي لازم يحط لهم طرق جديدة للدفاع عن المعلومات بتاعتهم خصوصا طبعا القطاع البنكي كان فيه حدثة شهيرة من فترة صغيرة سوري فقط عطفا على ما ذكرته أنه فيه عادات ربما يعني بيقوم بها المصريون أو حتى المواطنين في دول أخرى أنه أصبحنا نعتمد على الهاتف المحمول بشكل رئيسي حتى لو حنحتفظ بباسوردز أو أي أرقام الحسابات أو حتى اليوزر نيم كل المعلومات دي بتكون موجودة في الهاتف المحمول واللي بقى سهل جدا أنه يخترق إيه النصائح لحضرتك ممكن تديها لنا كمستخدمين وربما لا نعلم أنه ممكن حد يطلع لهذه المعلومات إزاي نقدر نأمن نفسنا حتى على المستوى ده طبعا دي أول وسيلة في الاختراق وطبعا كلنا وإحنا بنستخدم الموبايل وكل المعلومات بتاعتنا موجودة عليها وبيحصل أن فيه بيجي الاتصالات من بره فأنا يعني بقدر الباسورد بتاعتي اللي أعملها ما بتبقاش موجودة قوية بمعنى أنها بختار اسم الزوجة أو الزوج أو البنت أو الإبنة وهكذا وحتى ما بجي أغيرها بغيرها خلال حرف واحد فلازم تكون الباسورد المستخدمة أو كلمة سر تكون أقوى بكتير دي نمرة واحد نمرة اتنين أنني لازم أستخدم الحاجة اللي هي المصادقة الصينائية اللي هو الدول إثنتيكيشن أنني مش بس بعتمد على كلمة السر أو كلمة المرور لا أنا بعتمد كمان على أن بيجي لي مثلا رسالة على الموبايل بتاعي يعني لو أنا داخل على الحساب بتاعي في البنك علشان أدخل الحساب البنك وبدخل بكلمة السر وبيبقى فيه بيجي لي باسورد أو بيجي لي رقم كود على الموبايل فبقدر أدخل الموبايل دوة الباسورد ديت فبالتالي البنك بيتأكد أن أنا المعلوم أن أنا الشخص اللي موجود أهم حاجة في المنظومة ديت أنه هو نشر الوعي عند المواطنين أو المستخدمين لأن حتة نشر الوعي دي عندنا دي مهمة جدا لأن فيه ناس بتلعمل معها بكل هقول بحسن نية يعني حد بيتكلمني ودي حوادث كتير حصلت يعني اختراقات كتير حصلت أن واحد بيخش يعمل أنه هو سرق الباسورد بتاعتي أو قدر يجيب الباسورد بتاعتي وبعدين بيعمل ريسات للباسورد فأنه هو يعني تحديث الباسورد فبيبعث لي رسالة على الموبايل فالبنك بيتكلمه ويقوله فيه كود جاي لك فبعث لي الكود دوت أوكي عشان نتأكد منك فيقوم هو بحسن نية يديله الكود دوت طبعا هو خد الكود دوت هو غير الباسورد وبالتالي امتلك زمام الأمر تماما وبقى الحساب بالبنك دوت بتاعتي وإحنا طبعا عارفين دلوقتي بالذات بعد وجود الحوادث الأخيرة أنه لا نثق في مثل هذه الاتصالات التليفونية ونتوجه للبنك أو نتصل بالبنك ونستعلم عن هذه الأمور لكن عايزة أسأل حضرتك عن نقطة تانية الحاجة اللي بتحصل بشكل تلقائي من الكمبيوترز اللي هي الكيتشين الخاصة بالباسوردز أو أرقام السر هل بتنصح أن نحن نخليها على ذاكرة الكمبيوتر كل أرقام السر الخاصة بالحسابات المختلفة سواء حسابات مواقع تواصل اجتماعي أو حسابات بنكية أو حسابات الهاتف المحمول لا طبعا ده حاجة ممنوعة تماما أنا أشيل كل كلمات السر بتاعتي أو أرقام الحسابات تكون موجودة على حسب الشخصي بتاعي أو على الموبايل أنا فيه بعض الناس بتعمل كده عشان تبقى سهولة أنها تعرف تفتكرها بس طبعا حضرت تخيل لو أنت سرق منك الموبايل أو اتعمل أي هاكينج على الكمبيوتر بتاعك كل المعلومات دي بقت موجودة عند القراصنة دول بالإضافة إلى أن هم ممكن يخشوا يسرقوا المعلومات دي وانت ما تبقاش عارف أصلا أن هم يخدوا المعلومات دي فأنت تبقى لسه فاكر نفسك أن أنت مؤمن فطبعا دي حاجة من الحاجات المحرمة زي بنقول أنت تسيب أو تكتب الحاجات دي تبقى موجودة عندك على الكمبيوتر لازم تشوف طريقة تانية لو كنت بتستخدم كلمات أو باسورد معقدة في بعض البرامج في الوقتي بتخليك أن أنت ممكن تحط يبقى عندك كلمات سر متعددة ومتغيرة على أنظمة مختلفة بس أنت بتحكم كل كلمات السر دي بكلم السر واحدة فممكن تستخدم البرامج دي فدي بيبقى باسورد واحدة أو كلم السر واحدة تدخلك على كل الحاجات التانية حضرتك عموما بتنصحنا أن احنا نغير الباسوردز لكل المواقع اللي بنستخدمها كل أدئي كل شهر كل ستة شهور ما فيش يعني ما درش أنصح بحاجة بحاجة معينة لأن دي بتخش في الاستراتيجية اللي دايما المنظمة هي اللي بتحطها يعني لو منظمة البنك نفسها هي جات قالت أننا أنا زي ما قلنا حضرك الأول في الأمن السيبراني هو بيعمل استراتيجية معينة للبنك من ضمنها الخطوات اللي هيحصل فكلمة السر ممكن يكون هو حاطتها أنها لازم تتغير كل شهر أو كل تلاتة شهر أو كل تلاتة أسابيع فدي دايما بنسيبها للإستراتيجية الموجودة بالإضافة إلى أن الكلمة كام حرف يعني أبسط حاجة لو أنا بحط كلمة سر ستة حروف دي ممكن تتفك لو حد بيعمل لها راندم جنوريشن يعني يقدر يفكها مثلا في خمس دقائق أو في عشر دقائق لكن كل ما بزود الطول بتاع الكلمة يعني لو عملت الكلمة السر عشرين حرف مثلا أوكي وده خد فيها أرقام وبعض الحروف اللي هي زي علامة الاستعجاب علامة الاستفكام الحاجات زي كده دي ممكن أي قرصان يجي عشان يجي يفكها بياخد فيها عشرات السنين إذا كإذا كتتفكيها فده برضو نوع من التأمين بس تحديد معاك أو تحديد كلمة يعني طول معين ده بيتطفق نسر يا أنا آسف لا لا هو طبعا بيبقى فيه بعد التأخير عبر ما حضرتك بتسمع التعقيب لكن بقول لحضرتك المشكلة اللي بيعاني منها ناس كتير إنهم يفتكروا الباسوردز بالذات إنه كل شيء بيتطلب كلمة سر ما فأصبحت كلمات سر كثيرة جدا وفيه ناس بتستسهل وخلي كلمة سر واحدة لعدة مواقع ده طبعا شيء يعني مش مش لا ينصح به على الإطلاق مش كده تماما تماما ده شيء اللي أنا نصح به على الإطلاق بالإضافة لأنا عايز أوجه حضرات المشاهدين إلى حاجة مهمة جدا إن المواضيع القرصانة دلوقتي ما بقاتش عملية بتستهدفك أنت أو ما بتوصلهاش بأنها هو هيسرق إيه من عندي أنا بس لا هو ممكن يستخدم الهاتف بتاعك خصوصا وإنت بتشتغل عن بعد دلوقتي وأول ما بتخش الشركة عندك يقدر لو هو كنسبت عندك بأي من البرامج الخبيثة يقدر يخش عندك جوه الشركة وبالتالي يقدر ينتشر جوه الشركة ويسرق معلومات مهمة جدا إحنا لازم المنظور عندنا يكون متغير بحيث أن إحنا نفكر بأن الحرب الإلكترونية ديت اللي هي موجودة فهي فعلا بقت حرب هي ما بقتش بس أن أنا بأمن المعلومة هي بقت حرب وحرب مستمرة ووضعنا في المنطقة بيستدعي أن إحنا كل الناس يكون عندها المعلومة الكافية أو المخدرة الكافية أنه هو يأمن نفسه عشان يأمن شركته عشان يقدر يأمن البلد ككل فدي حاجة مهمة لازم كلنا نكون وغدين بلنا فيها خسائر الهجمات الإلكترونية كم بلغت في العام الماضي؟ بالذات أنه ببتدينا نسمع عن حوادث كثيرة في عدة مناطق في العالم واستهدفت شركات ضخمة جدا بالضبط الزي أنا بقول لحضارك هي بقت العملية بقت حرب إلكترونية ما بقتش حاجات يعني هجمات صغيرة السنة اللي فاتت كان تقريباً بنتكلم في حوالي مليار دولار أو 2 مليار دولار الخسائر نتجت عن نتيجة من الهجمات السيبرانية المتوقع أنها تصل السنة دي يعني الرقم اللي أنا قلته ده كان السنة اللي فاتت السنة دي متوقع أنها تبقى وصلة 6 مليار كان فيه هجوم ضر جداً للفترة اللي فاتت والناس المهاجمين دولار تستخدموا صغرة معينة في نظام التشغيل قدت إلى سرقة معلومات هائلة من الحكومة الأمريكية من وزارة الدفاع من حاجات زي كده فهو الموضوع تحاول لأنه فعلاً حرب ممكن تكون حرب بين البلاد زي ما تستخدمي دبابة أو طيارة أو مركب لا أنت بتستخدمي برضو جنود إلكترونيين بتستخدمي كتائب إلكترونية تقدر أنها تشن هجوم عشان تطلعك بره الخدمة خالص أو تسرق المعلومات المهمة اللي موجودة عندك فده ضرر بالغ جداً المهندس أشرف خلالوا حبيب تسألي على التكلفة تقريباً التكلفة بالمليارات بشكر حضرتك جداً المهندس أشرف سراك خبير أمن المعلومات على وجودك معنا وعلى هذه النصائح الخاصة باستخدام الشبكة الإلكترونية شكراً لك مشاهدين هكذا ينتهي لقاؤنا في مال وأعمال نترككم فقط مع بعض المعلومات عن الأمن السيبراني إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر